أهلاً أعزائنا مشاهدينا في كل مكان نستكمل حديثنا مع الدكتور مكرم مشرقي هو من الجليل باحث وكاتب ومؤلف في هذه الموضوعات وله كتب عديدة أكثر من 20 كتاب وأكثر من 100 مقالة في اللغة العربية العبرية والإنجليزية وهو شخص يعتبر مرجع في هذا الموضوع أهلاً وسهلاً دكتور مكرم أنت معاناً على الهوى أهلين فيك أسيس نزار شكراً أن أتشرف أن أكون معك كمان مرة أبرحب في كل المشاهدين لأفاضل وبس أعاوز كمان مرة أقول للمشاهدين رغم كل هذه الامتيازات عن دكتور مكرم لأنه كمان أيضاً أخ وصديق وهو خادم الرب خادم للإنجيل برحب فيك مرة تانية أخ مكرم شكراً شكراً شرف العليا في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن اكتشافات كتير لو حبينا هيك بتلخيص سريع حتى تحط المشاهد اليوم عن إيش تكلمنا في الحلقة اللي مضت وطبعاً بتمنى أن كل مشاهدين اليوم يرجعوا للحلقة اللي مضت حتى نشوف مرجعيتها إذا ممكن تشاركنا هيك في تلخيص بسيط عن الحلقة اللي ماضي الحلقة الماضية احنا اتحدثنا عن موضوع علم الأثار والفرع اللي احنا سمنا أو يسمى علم النقوش الكتبات اللي وجدناها في حضرات مختلفة بالأساس على ثلاث أنواع الحجارة الفخار وأنواع المعادن واستعرضنا شوي عن أهمية هذا الموضوع وعن الهجومات اللي كانت على الكتاب المقدس قبل اكتشاف هذا الموضوع وتوالي الاكتشافات الكتير في السنين الأخيرة يمكن نقول في القرن الماضي ولكن استعرضنا شوي أمور من بعض الكتابات الأشورية بعض الكتابات المصرية بعض الكتابات الإسرائيلية اللي وجدت في الأردن اللي وجدت في أماكن مختلفة وكلها بتحكي عن ملوك أو شخصيات معينة وتتطابق بشكل كتير كبير بدون ما يقصدوا لأنهم هم يحكوا عن نفسهم لكن ما بين السطور منقرأ كثير شغلات مذكورة من شخصيات من أحداث ومن أسماء لمدن وممالك مختلفة في منطقة إسرائيل الأراضي المقدسة كنعان يعني مش مشكلة كيف نسميها ترجمة نانسي قنقر